حكتين مهمين جدا 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 حصلوا أو جروا النهاردة جزء منها وهي شديدة الأهمية وهي طمأنة فخامة الرئيس عبد الفتح السيسي لعموم المصريين بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان وتوفير كل ما يلزم من الخدمات الإغاثية والطبية والغذائية في المعابر البرية ما بين البلدين الشقيقتين صاحبات التاريخ الطويل المشترك ده فضوء الدور اللي بتقوم بمصر حكومة وشعب في الوقوف بجانب إخوتنا الشعب السوداني في أزمته الرهنة اللي بيمر بيها طبعا زي ما حضراتكم عارفين ده حصل النهاردة خلال اجتماع فخامة الرئيس مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين في إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق أما الخبر التاني وهنروح له بعد شوية وهو اتفاق وزراء الخارجية العرب على عودة الكرسي السوري إلى الجامعة العربية خلونا الأول نشوف تقرير حول الطمأنة اللي بعثها وأرسلها وأعلن عنها بمنتهى الجلاء في خامة الرئيس لأهلينا بشكل عام السودانيين واخوحنا كشعب المصري تحديدا من المصريين المتوجدين على الأراضي السودانية ونرجع نكمل الكلام أعقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق كامل الوزير وزير النقل صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق كما تم عرض الجهود المكثفة التي تقوم بها أجهزة الدولة لتنظيم عملية التوافد إلى مصر من السودان عبر المعابر الحدودية بين البلدين سواء من المواطنين المصريين أو الأشقاء السودانيين أو في إطار المساعدة في إجلاء رعاية عدد من مختلف دول العالم أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان وكذا توفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر حكومة وشعب في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الأزمة الراهنة التي يمر بها بالإضافة إلى الجهود الحثيسة التي تبذلها للدفع في اتجاه التوصل لحل سلمي للأزمة يعيد الأمن والاستقرار للسودان أهلاً بحضرتكم مرة تانية أظن زي ما حضرتكم شايفين حتى على مستوى أو صعيد الصورة اجتماع الرئيس مع المسؤولين المعنيين بهذا الملف في السواء إذا كان الملف أو تحديداً النقطة المتعلقة بالطمأنة حول عودة أهلين المصريين المتواجدين على الأراضي السودانية آمنين بنسبة 100% إلى وطنهم إلى مصر وأيضاً بشأن كل ما هو متعلق بدعم وإغاتة إخواتنا السودانيين على الحدود المصرية السودانية والمعابر إحنا هنا بنتكلم على صورة تتحدث عن نفسها لو صح الكلام صورة هي تعبر بل وتشرح نفسها ذاتياً إحنا شايفين أن المؤسسات المسؤولة عن هذا الملف رؤسها موجودين مع فخامة الرئيس إذن المسألة يا جماعة علشان بردو تبقى فاهم المسألة مش بس شديدة الحساسية المسألة هي الأولوية القصوى لدى فخامة الرئيس مش بس في هذا اليوم ولكن بشكل عام أحوال المصريين وأمنهم وأمنهم في أي مكان على سطح الكرة الأرضية وكمان دعم الأشقاء دعم إخواتنا السودانيين والوقوف بجانبهم في خلال هذه الأزمة الرهنة إلى أن تنتهي أولو إن شاء الله